اشتركوا في القناة خلينا نذكركم شوي بقاعدة مرة الماضية قاعدة present continue وسنهي ismr زاد verb ing وعند النفي isn't, aren't, or am not plus verb ing وعند السؤال ismr بالبداية subject زاد verb ing علامة سؤال صح ولا لا الاستخدام الحديث عن حدث يحدث الآن أو في هذه اللحظة والكيووردز هي كلمة now, right now, until now, nowadays إلى آخره, look إلى آخره ننضيف محهم كمان بس بعد إذن ننضيف محهم كلمة واحدة بدنا نضيف محهم كلمة واحدة اللي هي كلمة at the present اللي هي كلمة at ضفونا إياها اللي هي at the present اللي معناها في هذا الوقت تمام تمام حيلا طيب تمام اللي هي في صفحة رقم 11 الآن خلينا نحل الأسئلة يقولناكم ياه واجب حتى تشوف تأكدوا الآن من إجاباتكم للي ما بعثت لي الآن نشوف سؤال رقم واحد let's go out ها خلينا نطع بره هسا it فراغ now وعند كلمة rain it شو تأخذ is ولا am ولا are تأخذ is محنات شو تصير isn't raining isn't is raining الإجابة يا جماعة على جنب الورقة على جنب الحل فراغ هي فراغ the past and the moment وفينا صغير سؤال إذا ننبلش في is or are عنا هي هون شو تأخذ والله إلا أستاذ تأخذ is capital تمام wait شو تصير هون كلمة is waiting شو تصير اللي هي كلمة is waiting تمام كاتي wants to work in Italy so she فراغ italian nowadays آه nowadays يا أستاذ وعند هنا هون شي إذا شو تصير هون is learning is هي تتعلم learning معناها هي تتعلم الإيطالية إذن كاتي بدأ تروح تشتغل في إيطاليا إذن so إذن هي تتعلم الإيطالية الآن Italy هاي اسم italian هون معناها الإيطالية تمام اللي هي اللغة الإيطالية listen وراء علامة تعجب إذن هاي كي ويرد the boy is crying w ولا بصير عليها إشي من زي ed وال ied crying 100% I فراغ with some friends until I find a place with my until حتى وجدت مكان تمام لنفسي إذن I am living I am living طبس بيجي سؤال بدون دليل في الوزارة مستحيل they فراغ always قبليها فراغ وبعديها فراغ ونحط لكلمة إيش are they are always disputing عندهم اختلاف ال-e تحذف يا جماعة disputing ال-e شمالها تحذف لأنها dispute اختلاف في الأفكار إذن هذا حدث مزعج listen to those people استمع لك الأشخاص what language فراغ they فراغ what language they what language are خلوها اسمول أحسن are they speaking هاي الفاعل يا جماعة مين بيحكي اللانجوج والذي المجموعة هدول المجموعة هدول the students جمع rugby this moment is are playing are is playing نيجي للسؤال الفخم الآن nowadays في هذه الأيام إذن is the population of the world في عنا كلمة of هنا حكينا إذا كان في قبليها اسم وبعديها اسم من الاسم الرئيسي عنا كلمة the population كلمة population معناها التعداد السكاني شو معناها للي ما بحث عن معناها اللي معناها التعداد إيش السكاني معناها التعداد السكاني طيب أستاذ التعداد السكاني جمع لا كلمة التعداد التعداد مفرد مفرد the population of the world تمام is التعداد يتزايد increasing اللي حلها R يضبط حلو يا جماعة هيك الوزارة بيخربطوكم يا جماعة why فراغ you فراغ your homework now شوفي عنا أستاذي كلمة إيش now عندك you هون شو تتأخذ R وعندك كلمة إيش طبعا هنا not tie طبعا خلوها عادة لو خلتوها why aren't you فراغ doing عادي ما فيه أي مشكلة لو حدفتها تمام أو ما حدفتهاش وضحت أستاذي إجابة صحيحة هذه حل هذه الأسئلة هيها قدامكم screenshot حتى أنتوا تأكدوا من إجاباتكم وأكيد كنتوا تتأكدوا معاي طيب الآن في عنا قاعدة الماضي المستمر قاعدة الماضي المستمر الآن اللي هي past continue وسعينك معي أستاذي أي طالب أي طالب الآن استجد معنا يبعث لي على هذا الرقم تمام يبعث لي على هذا الرقم حتى أقدر أنا أتابعك إن شاء الله في المادة ونكون مع بعضنا إن شاء الله أي طالب ما بعث لي رقمه يبعث لي يا جماعة طيب ممتاز قاعدة past continue الأستاذي حكى لي أنه أول ما تسمع بكلمة continue وسيابها تمام تمام تطلع قبلها دي يجي إما is أو am أو are أو was where صح والله يا أستاذي صح طيب عندك past إن أخذ إزم or was where فالإجابة was where زاد بين pang فقاعدة الإثبات هي عبارة عن subject زائد was أو where plus verb ing حلو؟ الله يا أستاذي حلو الwas للمفرد والwhere للجمع حلو؟ حلو والآي شو بتأخذ دائما I was إلا في حالتين رح نحكى عنه في الوحدة الأولى في حال negative في حال negative تمام؟ تمام يا أستاذ negative في النفي شو تصير الwas؟ وإذا تصير يا أستاذ wasn't أو weren't plus ing plus إيش نقطة ذاك متى الجملة وفي حال السؤال يا أستاذي يا فخمي طيب عجبتني هاي الكلمة طيب منبلش دائما بإيش بwas أو where subject زائد verb ing بين ودائما الفعل المساعدة في السؤال بين الفعل المساعدة الرئيسي في فاعل وعلامة إيش السؤال 100% والله يا أستاذي 100% والله كلامك على عين والرأس شوف الآن المثال شوف هذا المثال مثلا عسل المثال she was eating تشمط طيب طيب she نفيها الwas شده صير wasn't شده صير wasn't eating لاحظ الفعل الرئيسي لم يمس بتاتا eating في حال السؤال was she eating تكمت الجملة وهي علامة أحلى علامة سؤال لا ننسى علامة سؤال الخميثة تمام يا أستاذ والله يا أستاذي تمام الآن خلينا الآن نشوف الاستخدام خلص خلصنا القاعدة خلص عرفنا المفرد وميلة الجمع الآي مع الwas الآن نشوف الاستخدام متى نستخدم هذه القاعدة ركز معي past continuous ماضي ومستمر كيف يعني ماضي ومستمر هذا مش حدث واحد حدثين هذا مش حدث واحد حدثين يا جماعة يا جماعة أي قاعدة في العالم فيها حدثين إذن أكمن فعل فيها يا سلام فعلين تمام تمام لاحظوا معاي هذه القاعدة شو استخدامها to talk about للحديث عفوا للحديث عن two actions two actions حدثين تمام one of them واحد منهم interrupted the other واعش قطع قطع أحدهما الآخر قطع أحدهما الآخر تقطيع البطيخ تمام طيب تمام أعطيك مثال بينما أنا قاعد بشرح الحصة دخل الأستاذ تمام وقطع علي الحصة تمام بعدين راح حلو الحدث الطويل أني كنت شو بساوي قاعد بشرح معك صح ولا لا الحدث القصير اللي صار الأستاذ دخل قال لي آسف ظلوا طايا طالع ونتم بسمعتوش أنا سمعت تمام وضحت إذن حدثين قطع أحدهما الآخر بينما أنا أدرس تمام أخوي طقع علي الباب أو طقع الطابب راسي حدث قصير خلص أنا كملت دراستي صحنا قمت لحمد ورجعت تمام بس إنه إيش قلص رجعت كملت دراستي اللي هو الحدث الطويل تمام فعشان هيك العلماء قالوا يا أستاذ بهاء احكي لطلابك إنه قاعدة الباس كنتينيو واس فيع لدي حدثين فيعنا شغلي اسمها long action وفيعنا شغلي اسمها short action للي ما بيعرف إنه كلمة long action معناها طويل حدث طويل تمام الشورت أكشن حدث زغنن اللي هو قطع دراستي قطع أكلي قطع الشغل شوز ملعبي ودين رجعت تكملت تمام الحدث الطويل دائما يا جماعة خير بأخذ was where زائد verb ing إذن الحدث الطويل شو بأخذ دائما was و where طب الحدث القصير شو دي يأخذ عشان was و where ماضي دي أخذ محا verb 1 ون verb 2 ماضي verb 2 فدائما الشورت أكشن بأخذ verb h2 لأنه انتهى وخلص لأنه انتهى وخلص وانا استمرت في لعبي تمام تمام عشان أنا أقرب لك المعلومة يا أستاذ بدي أعمل لك هالغميمة الصغيرة شوف هالغميمة هاي ما أحلى يا سلام الكيويرد لهذه القاعدة هم ثلاث يا سلام حلو والله صغار حلوين يا الله خلينا نشوف شو هما الكيويرد حتى احنا يتعامل محهم بإيش بلطافة وقوة أول كيويرد لدينا اللي هي كلمة إيش اللي هي كلمة ون اللي هي كلمة إيش ون أي قاعدة في العالم من هون لآخر المنهاج تمام فيها حدثين يعني الكيويرد لها موقعين إما في البداية أو في وسط إيش الجملة طب النهاية مستحيل هاي ون وراها فراغ فاصلة فراغ ون في الوسط إجا قبليها حدث وبعديها إيش حدث تمام أستاذ يعني قصدق إذا جاءت الدليل في البداية شو ممكن يجي مكانهم دائما بيجي مكانهم كومة اللي هي فاصلة أما إذا جاء الدليل نفسه خلص بحل مكانه الكومة ممتاز يا أستاذ يا الله إنك رائع ريحت راسي كلمة ون معناها في اللغة العربية عندما لما تمام لما أخوي دخل علي أنا كنت أدرس الدراسة طويل لما أخوي دخل عندي تمام كان حدث قصير فدائما كلمة ون شو بيجي وراها يا جماعة فرب تو طب الوين جاءت في الوسط شو بيجي وراها دائما فرب تو إذن وين مدروح الوين في الماضي وين يجي وراها دائما شو بيجي وراها دائما فرب تو ممتاز طيب الشق الثاني يا أستاذي يا حبيبي طيب طلعوا معا الشق الآخر خاص وين بيجي وراها دائما حدث قصير الشق الآخر حدث الطويل شو هو اللي هو إيش واز أو وير بلاس آينج تمام تمام وين جاءت في الوسط اجي وراها في فرب تو الشق الآخر شو دي يكون فيه عندنا اللي هي واز أو وير زائد آينج حلوين يا أستاذي ممتاز الآن نيجي على الدليل الآخر اللي هو كلمة إيش وايل اللي هي كلمة إيش وايل اللي هو الكيوات التانية أو كلمة إيش أز أو كلمة إيش أز وايل بيجي وراها إشي والشق الآخر إشي إذا جاءت وايل أو كلمة آز في الوسط دي يجي وراهم شيء قبليهم شيء طيب ممتاز كلمة وايل عكس كلمة وين عكس كلمة وين طب كلمة وايل شو معناها؟ كلمة وايل وآز معناهم التنتين معناهم بينما شو معناهم؟ بينما بينما أنا بوكل بشمط عشان أعبي هاي تمام؟ بينما أنا بوكل تمام؟ طرق أحدهم الباب رحت ردعت شفت مين؟ ورجعت الكار عامين على طعام إذن بينما أنا بوكل إيش كذا كذا في الباب إذن شو بيجي وراها دائما أستاذي؟ دائما بيجي ورا وايل وآز الحدث الطويل اللي هو إيش؟ واز او وير بلس آي ان جي حلو ممتاز واي اللي جات في الوسط شو بيجي وراها دائما واز او وير بلس آي ان جي حلو ممتاز 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 بينما أنا قاعد بوكل طرق أحدهم الباب شو دي الشق الآخر اللي بعيد؟ دي يجي وراها إيش دائما اللي هو الفرب إيش تو الفرب تو إذن بس تبديل الوين بيجي وراها في فرب تو الوال وازو وير الوين الشق اللي بعيد وازو وير هاي الوال الشق اللي بعيد فرب تو تمام؟ والله يا أستاذ تمام والله فهمتها حلوة تمام؟ أستاذي المعلومة دعطيك يا الإضافية أن هناك شق محلول كمان يا السلام في الوزارة فاره تعطيك وين وراها فراغ وازو ويرزاد هذا الحقيقي انت مش شايفه قبل هالمرة ارجع على الفيديو القبلي اللي هو المفارقات تذكر ما حكيت لك اذا كان في عندنا وراها فاصلة بعدين الشق الاخر وراها فاصلة الشق الاخر شو كانت الاجابة دائما فارب 2 والله ها مشروح يا استاذ هذا ابدأ اوصل لك اياه انا استاذ هذا ابدأ اوصل لك اياه وضحت يلا ليس نطبق يلا طبق هاي القاعدة يا جماعة الوزارة بتحبها بس قبل ما اطبق زي هيك انا بدا اطبق على الاسئلة هاي بدا اطبق على الاسئلة هاي قبل ما ارو اضع دائرة اول اشي يا جماعة شوف الان هاي الاسئلة صفحة 16 من رقم اخر الصفحة السريع من واحد لعشرة من واحد لعشرة هاي واحد انين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تمام الآن قبل ما احل الاسئلة في عندنا استخدام تاني للجملة تاخدوا معي عندنا الاثبات واز وير هنا واز وير في البداية وان وزنت او ورنت خلاص امشي على نفس النهج امشي على نفس النهج لكل الجملة لا بس لا تنسى ان الاي شو بيجو وراها دائما اي واز واز اي اي وزنت تمام تمام الان فينا تعديل بسيط بس بالله يا جماعة رخزونا فيه هنا تمام انه هنا مش الزمار هنا نحط ايش واز وير واز ايش وير سقطت سهون طيب تمام لاحظوا الان الكي ويرد هاي للحديث something that is happening before او after ايش another something حدث حدث قبل او بعد الآن نزبطها انه قطع احدهما ايش الاخر تمام when you called me عندما اتصلت علي i was sleeping while اجا وراها was where's that verb ind while i was watching tv my father came الان المعلومة رقم اثنين هاي ما اعطتك ايش عشان اتقول لك اياه هون to show that something ليش ليظهر ان الشي happened for a long time in the past حدث حصل لفترة طويلة في الماضي الاخصلك اياها اذا كان فينا زمن ماضي زائد وقت زمن ماضي زائد وقت تمام زي كلمة مثلا yesterday at seven مثلا مبارح الساعة سبعة هاي حالها دائما بيجو وراها was where's that verb ing i was studying english yesterday at ساعة ثمانية اذا كان فينا زمن في الماضي زائد وقت زمن ماضي yesterday last week كذا كذا وزائد وقت بالتحديد فالاجابة دائما was where's that verb ing بس الوزارة دائما بتركز على رقم واحد اكثر شيء يليجي نحل الاسئلة سوا؟ ليجي نحل الاسئلة سوا؟ رقمنا تحت ممنوع الحل على ممنوع الحل على الدوسية يا جماعة الحل تحت بعدما رقمنا لاحظوا هذه الوزارة الوزارة جاءت في 2017 و19 و19 و20 و21 إذن الوزارة بتحب هذه القاعدة صح؟ لأن فيها شغل فيها تعب وفيها إنسان تكون تعبانها حالو خلينا نشوف الآن أول شيء أستاذي تحديد الكيوارد إذا كنت عارف القاعدة شوف الشقة المحلولة عشان تتأكد من الحل تمام؟ بعدين مفرد جمعه يلا خلينا نشوف The students in my class أول شيء في عنا إن هنا حرف جر الآن في عنا كلمة students هون قبلية وفي عنا كلمة class هاي جمع وهاي مفرد يا حرام الطلاب اللي بيعرفوش هاي المعلومة يا حرام يا حرام يا حرام والله حزنين عليهم بيشوفوا كلمة class بيقول لك ده بالاس مفرد إذا الجملة مفرد حكالنا الأستاذ بهاء إذا كان في عنا حرف جر قبلي اسم وبعدي اسم فالحل دائما شو ديكون؟ ممتاز فالحل دائما ديكون على ما قبل حرف الجر فالستودنت جمع فالجملة كل يأتها إيش؟ جمع شوفي عندك الكيوارد هنا عندك كلمة إيش؟ ون عندك كلمة إيش؟ ون الون إجا وراها الضارة إذا الشق الآخر شو ديكون؟ وازو وير إذا مدام هون فيه النماضي؟ تمام؟ إذن أي خيار مضارع بره؟ is ديس ما كملتش بره are بره ظل عندنا was where في عندنا هون the students in my class ثمن تربع طلاب حطوا على كلمة was لا الإجابة الصحيحة هي where I forgot to work when the engine stopped هاي عندنا وين هون؟ عددت الكيوارد وين إلى حالتين ما هي؟ verb one is or verb two in the engine المحرك stopped verb two مدام عندنا بعد when verb two الشق الآخر شو ديكون يا جماعة was where drive verb one is salam will شو هي مستقبل سلام فالإجابة شو كانت هون عندنا was drive شو في عندنا هون يا جماعة عندنا while why شو دي يجي وراها was where الشق الآخر هي verb two neighbor قلنا نشوف while my father وعندنا كلمة ريد يقرأ بينما أبوي كان يقرأ الكتاب our neighbor came to visit us اجو جيران neighbor معناها ايش؟ جيران طيب neighbor geh لا تلفظ neighbor طيب تمام إذا وجدت كل الإجابة قلنا هنا was aware زائد ing my father مفرد فالإجابة الصحيحة is read إجابة الصحيحة was and is being أصلاً مع السلام 2020 سلام مفرد سلام مفرد here report report معناها تقرير للي مش عاره شو معناها تقرير when the light الضو اللمبة in here room switched itself off عندما طفت اللمبة switched verb إيش to الشقة الآخر شو دي يكون يا جماعة إذن was aware فالإجابة is types مع السلامة was typed مع السلامة فالإجابة الصحيحة was typing was typing السؤال الخامس is في أسئلة الوزارة في عام 2021 قبل سنة غينة بش جينة هاي ولا جهينة ولا غينية غينة تمام مفرد فراغ here room غرفتها عندك when هي الكي ويرد here friend arrived verb إيش to إن الشيخ الآخر شو دي يكون was aware is سلام will مع السلامة هي خيارات وزارة يا جماعة where was cleaning أنا الإجابة الصحيحة غينة مفرد فالإجابة الصحيحة هي إيش اللي هي was cleaning كيف الوضع يا جماعة أسئلة وزارة والله إنت فاهم مش حافظ أهم شيء إنت فاهم ومش حافظ طيب ممتاز لاحظوا معي هون أستاذ سؤال ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة تمام واجب ما عادة عشرة خلينا حلو سرع yesterday at seven o'clock عندنا زمن ماضي مع وقت فالإجابة هون دائما شو دا تكون was where زائد ing works سلام is مضارع سلام has مضارع مع السلامة فالإجابة هي was working تمام يا جماعة الخير جماعة أدرس جو مشان الله أمور سهلة بس بدها واحد يثبت أموره بس لا أكثر هيك أنا خلصت present continuous وال past continuous باع أحد أولا الحصة الجاي بدي أشوف ويش الواجب محلول طيب present continuous هاي هون present continuous وهنا وإيش past continuous present continuous قاعدته شو هي ism rz verb ing هنا was where's that verb ing ism rz verb ing هنا حدث يحدث الآن أو في هذه اللحظة هاي اللي هو حدثين قطع أحدهم الآخر هون هي two words now nowadays at the moment look كذا at the present إلى آخره هنا في عنا الwas والwhere عفوا الwhen والwhile والas الwhen بيجي وراها verb 2 والشيق الآخر was where سواء جاءت في البداية أو في وسط بيجي وراها verb 2 عندك الwhile بيجي وراها was where z verb ing والشيق الآخر the while أو as بيجي وراهم was where z verb ing والشيق الآخر بس هذا اللي بدي إياه منك أستاذ تكون شديد قوي خرافي تمام تربي عضلات تربي عضلات من الإلم صح ولا لا هذا اللي بدي إياه تمام يا أستاذي تمام تتواصلوا معي مباشرة وأنا إن شاء الله قادر أن أجيب أي سؤال بيتكم إياه رب يعطيكم ألف عافية أدرس جوا معكم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته